اشتركوا في القناة ملف ابتدائي كبير وملف ثانوي صغير هناك تناسب بين الملفات بحيث تخرج عندنا الفولتية عندما تدخل 220 لنفترض أنه هنا يعني لنفترض أنه أنا أردت تكون 12 فولت مثلا بس هالها 12 فولت AC هاي علامة الـ AC موجة هذه الموجة لكن عندما يخرج يخرج 12 فولت DC هذا هنا AC تخرج موجة كاملة وقلنا هذا البرج الجاهز ممكن أنه إذا ما موجود برج يعني جسر أو قنطرة إذا ما موجود نحن نعمله من أربعة ديادات وشرحنا هذا هذه الأقطاب هي هاي الأقطاب وهذا القطب هو هذا القطب وهذا القطب وهذا القطب هو هذا القطب أكيد هذا يعني شرحناه ووضحناه مفصل يعني في هذه الحالة الموجة تكون طبعا كما قلنا واحد على خمسين من الثانية خمسين مرة بالثانية يكون خمسين نهات زيني الموجة أول ما تدخل تدخل يعني عندما يكون بداية الموجة صفر فولت هذا طبعا هنا الفولتية هذا هنا الزمن وهذا الفولتية فهنا هذا هو مكان الصفر فولت وهنا يسعد 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 إلى أن هنا مثلا خلني نقول 12 فولت هو بالحقيقة رح يكون هنا أيضا 12 فولت هذا رح يكون 12 فولت موجب وهذا صفر وهذا صالح أو إذا أردنا أن نفهم بطريقة أخرى نقول 6 ب6 وبعدين يصير المجموع 12 هذا موضوع آخر لكن هو في الحقيقة 12 12 هنا و12 هنا عمليا يعني بالواقع كأنه يكون 6 زال 6 لكن هو في الحقيقة 12 الآن أول ما تبدأ الموجة من هنا رح يكون صفر فولت بعدين يصير 1 فولت 2 3 4 يسعد يسعد يلآن يصير 12 فولت بعدين يصير 11 فولت 10 9 وهكذا ينزل إذا أن يصير صفر بالموجة بعدين يصير ناقص 1 ناقص 2 إلى أن يصير ناقص 12 ناقص 11 ناقص 10 وهكذا ينزل إلى أن يصير ناقص 1 بعدين يصير صفر وهكذا تتكرر الموجة هنا ستخرج بهذا الشكل هذا الإبرجيسو مو مقاوم إيش يعني مقاوم؟ يعني يسحب هذا الجزء السالب من الموجة السلك يعني عندما يكون الأسلاك عندما توصل الكهرباء توصل أول مرة موجب بعدين توصل سالب بعدين موجب بعدين سالب تيارة متناوب هذا الجزء اللي عندما يبدأ ينزل عن الصفر هذا ماذا يعمل له يقلبه؟ يرفع هذا يجعله فوق السالب يعتبره موجب هكذا هذا اللي باللون الأسود الآن هو كان في البداية كان في الأسفل هكذا الموجة هذه هي هذه الموجة لكن ماذا فعل؟ رفعها من الأسفل ووضعها في الموجة إذن هنا بالحقيقة الخارج سيكون تقريبا في هذه الحالة هو 100 هيرتز إذا أردنا أن ندقق بالهيرتزية لكن هو ما نعتبره هيرتز يعني هو فيه صعد ونزول يعني مثل النويز كأنه فهو ما نعتبر هيرتز لكن إذا أردنا أن نعتبر هذه التذبذبات هيرتز فرح يكون هي 100 ذبذبة وخمسين صارت مية لأنه هذه من هنا إلى هنا هذه واحد هيرتز لكن هنا صار كأنه واحد اثنيا فصارت كأنه ميت هيرتز هذا طبعا الكلام للمتخصصين يعني ما يتيني واحد يقول لي لماذا أدخلتنا في هذه المتالة يعني كلام للمتخصصين طيب الآن طبعا هنا نحن نستطيع أن نلغي هذا يعني الكهرباء هنا رح يصير 0 1 2 3 4 12 بعدين 11 بعدين 10 9 وهكذا يرجع يصير 0 بعدين يرجع يصير 1 2 3 الآن يصير 12 وهكذا هذا هو الخط الزمني اللي هو هذا وهذا هو الفولت كما قلنا هذا الخط الزمني وهذا الفولت هذا هو التايم رح نكتبه بالاسمول يعني الوقت مشكلة تعودنا على اللغة الإنجليزية بالعلم للأسف يعني وهذا هو الفولت يعني الجهد طيب الآن إذا أردنا أن نلغي هذه الحالة ونجعل تيار نظيف مجرد أنه نضع هنا كنديسر على التوازي كنديسر مقطع رح يكون القطب الموجب هنا والقطب السالب هنا غالب أن تكون الكنديسرات اللي فيها قطبين قطب من الأقطاب غالب أن يكون متقطع يعني فيه علامة متقطعة هذه العلامة المتقطعة يعني هذا السالب وهذا الموجب وأحياناً يكتبوني يعني موجب السالب لكن إذا ما فيه تجد الخط العلامة اللي بيها تقطيع يعني هي السالب فنضع الموجب على الموجب السالب على السالب هذا ماذا يفعل؟ كل ما زاد طبعاً قياسه بالمايكرو فارد وهكذا هذا المايكرو تعلمنا عليه بالTDS المايكرو سيمينس لأن هذا هو الميلي وهذا هو المايكرو حتى نبات يسميه وميه هو يشبه اليو في الوسط هذا الجزء هذه المنطقة جعلوها هكذا فصارت مثل اليو لكن هي ام هي مايكرو مايكرو فارد فكل ما زاد المايكرو فارد كل ما زاد عدنا الترشيح يعني مثلاً نستطيع أن نضع عشرة أو خمسين خلينا نقول خمسين مايكرو بشرط أن يتحمل الفلطية أكثر من 12 يعني خلينا نقول خمسين فولت مثلاً يعني يكون ديسر يكون خمسين مايكرو خمسين فولت ماذا يفعل؟ سيحدث هذه هذا الشكل هذا التذذو يطلع عندنا التيار نظيف ومستقيم يعني هكذا يطلع الخط الزمني ما رح يطلع عندنا هكذا رح يطلع عندنا هكذا يعني هذا الجزء من الموجة رح يطلع عندنا الخط مستقيم وهذا الجزء اللي هو كان صالب وانقلب صار موجب عن طريق البريج يكون هو هذا التواصل معه وهكذا يعني في كل هيرتز في كل هيرتز من الأي سي هكذا يعني رح يكون هاي موجدين فرح يكون عندنا المستقيم ما يكون عندنا صار يعني كأنه ينطف ويشتغل هنا مئة مرة في الثاني بس ما نحس به لأنه سريع جداً لكن هنا لا يكون تيار نظيف هذا ما نحتاجه إلا في بعض الدوائر التي تحتاج تيار نقي أما إذا أنا أردت أن أشغل مثلاً موتور أو يعني مضخة أو مروحة مروحة راديتر أو مروحة سبلت أحياناً تأخذ من المروحة سبلت بشيط أن تكون تشتغل على 12 فولت إذا أردنا 12 فولت الدوائر طبعاً نحن ماذا نفعل نواحد كلامنا بالفيديو هو أصلاً تحويل الأجهزة التي تشتغل في المحمية إلى 12 فولت أو 24 فولت أو 6 فولت حتى ما نريد بحيث حتى نستطع أن نشغلها على بطارية وغالباً يكون البطارية 12 فولت فيفضل أن يكون عندنا 12 فولت حتى نشغل هذه الأجهزة في حالة نقطع الكهرباء نشغلها على البطارية أو على الطاقة الشمسية فنوحد الأجهزة كلها نجعلها 12 فولت هذا قصدنا يعني ففي هذه الحالة أنا سأستعمل 12 فولت ما أستعمل أكثر وغالباً تكون مثلاً مروحة رادياتر السيارة مثلاً هي 12 فولت تكون يعني ما يؤثر عليها هذا التذبذب فهذه طريقة لدي ملاحظة مفيدة جداً في هذه الحالة طبعاً الآن الموجة كاملة وقوتها كاملة وتشتغل بشكل كامل وحتى الجزء السالب ما ألغينا وإنما قلبنا واستعملنا حاولنا إلى موجب عندي طريقة أخرى بحيث أيضاً هي خيار يعني أنا ممكن أن أعمل بطريقة بحيث أقلل من قوة العمل يعني مثلاً أنا عندي المروحة لنفترض أن المروحة مثلاً يعني خلي نقول أن المروحة تشتغل ألف خلي نقول مثلاً تشتغل المروحة في الثانية مثلاً 20 دورة 20 دورة في الثانية أنا أستطيع أن أجعلها تشتغل 10 دورات 12 دورة يعني أقلل من سرعتها كيف أعمل؟ هذا يدفعنا للحديث عن نوع آخر من التقويم وهو التقويم مو بأربعة دايودات وإنما بدايود واحد يعني أنا أستعمل هنا التقويم بدل البرج بدل ما يكون البرجه ورح يكون دايود واحد ورح إن شاء الله هذا هو السالب وهذا هو الموجب طيب أنا ما عندي سالب وموجب إيش رح يكون؟ رح يكون هذا القطب هو الأيسي أحد الأسلاك لنفترض أنه هذا هو السلك A وهذا هو السلك B أختار واحد مثلاً أنا اختاريت السلك A فرح يكون هذا هو السلك A السلك بي سيوصل مباشرة السلك بي يوصل مباشرة راح يعتبر بالنسبة للخارج هنا طبعا هو AC لكن قياسا بالنسبة للخارج قياسا على الموجب راح يعتبر هذا هو السالم اختصرت الموضوع ماحتاجت أربعة ماحتاجت برج ماحتاجت أربعة دايودات ماذا يفعل هذا هذا الدايود كيف يحوله إلى DC عندما تكون الموجبة هو يعبر يطلع عندي يطلع عندي هنا يطلع عندي هذا الجزء يطلع عندي فهذا الجزء راح يطلع عندي عندما يصير سالب هذا راح يصير open لا يوصل لأنه قلنا الدايود يوصل باتجاه ولا يوصل بالاتجاه الثاني هذا الدايود هكذا يوضع فعندما عندما تكون الموجة موجبة يعبرها لكن عندما تكون الموجة سالبة يمنعها ما يخليها تدخل رح يصير عندي فراغ يعني هذا الجزء الجزء الأسود ما رح يكون موجود بعدين عندما تشتغل الدورة الثانية رح يطلع لي موجب وأيضا يلغي السالب فهذا السالب ملغي معنى ذلك أنه أنا عندي هنا هذه الدورة الزمنية الواحدة هنا أنا طلع عندي اثنين نصف موجة هنا طلع عندي نصف فقط النصف الثاني قام بإلغائه النصف الثاني هذا النصف الثاني ما عبر يعني صار في حالة انطفاء فإذا هنا عندما وتتكرر دورة ثانية أيضا يقطع الثاني وهكذا إذن ماذا يفعل هنا رح يطلع لي نصف نصف الفترة واشتغل ونصف الفترة منطفاء فكأن الطاقة هنا طلعت عندي نصف نصف الطاقة الخارجة وليست كامل الطاقة الخارجة فهذه مثلا بدل ما تكون عشرين دورة رح يصور عشر دورات يعني أو مقارب لهذا تسعة يعني مثلا دعش ما عشر يعني مقارب للنصف تقريبا لأنه اشتغلت وانطفعت اشتغلت وانطفعت في كل ثانية تشتغل وتنطفئ يعني نصف الزمن الكلي منطفئ والنصف الآخر يعني واحد من مية من الثانية مشتغل وواحد بالمية من الثانية منطفئ وهكذا في كل مرة خمسين مرة في كل ثانية خمسين مرة تنطفئ وتشتغل في هذه الحالة إذن هاي طريقة من الطرق يعني أنا استطيعا أعمل أضع مثلا بريج وأضع دايود وأضع سويتش فأنا إذا أردت أن تشتغل سريعة أشغلها على البرج وإذا أردت أن تشتغل بطيئة أشغلها على دايود واحد وسنعمل ربط لهذه الطريقة لهذه المسألة طيب أيضا أستطيعا أضع كنديسر إذا أردت أنه يعني هذا الفراغ مثلا الآن هو اشتغل وانطفئ واشتغل فأنا أريد أن نقلل هذه فترة الانطفاء ماذا أفعل أضع كنديسر ولكن الكنديسر راح يكون هنا أعلى أضعه أعلى لأنه صار عندي قطاع كبير مثلا إذا هنا أنا وضعت خمسين مايكرو أضع هنا مثلا ميت مايكرو ميتين مايكرو حتى يستطيع أن يلحق أن يحذف هذا الفراغ يأخذ من هذا جزء من هذه الموجة ويضعه هنا فرح يوازن شوي يعني أخذ من الموجة الموجودة إلى يسد بها الفراغ فشوي راح يصير عندي التيار منظم يعني أحتاج كن قسر أعلى في هذه الحالة إذن هذا خيار من الخيارات دايود واحد وإذا وضعت دايود آخر بالطريق على التوالي هذا سيقلل عندي شوي من الفولتية لأن هذا إذا كان جرمانيون أو سيليكون لأنه أنا عندي سيليكون 2 بال10 وجرمانيون السيليكون أذكر 2 بال10 وجرمانيون جرمانيون حسب ما أذكر 7 بال10 من الفولت يقلل يعني كل دايود يقلل إذا كان سيليكون يقلل 2 بال10 من الفولت وإذا كان جرمانيوم يقلل 7 بالعشرة من الفولت يعني يقلل يستهلك يعني فإذا أنا وضعت دايدات على التوالي راح شوي يقلل عندي أيضا الفولتية بس هذا طبعا ما راح يكون تأثيره واضح يعني على كل حال هو دايد واحد ويعتبر قياسه يعتبر دايد واحد فنحن نتكلم عن دايد واحد نترك هذا موضع دايدات اللي على التوالي للمتخصصين لكن طبعا هذا الدايد لازم يكون تحمله أيضا أيضا نحسب تحمله وكم تياره يعني مثل ما قلنا إذا أنا أردت خمسة أمبير أجعله مثلا عشرة أمبير سبعة أمبير يعني ما يخلي على الحافة حتى ما يسخن جدا هذا إن شاء الله واضح سأوضح أمور أخرى يقول فقط يعني مثل ما قلنا الآن أنا عندي دايد وعندي برج هذا البرج أو هو هذا أيضا صممناه نحن هذا هو الموجب اللي هو هذا هو اللي هو هذا وهذا هو السالب اللي هو رح يعتبر هذا أو يعتبر هذا لاحظ كيف إذن صار عندي الموجب هذا الموجب هذا هذا السالب هذا هذا إذا أردت أن أربط كونديسر أيضا لازم أراعي هذا أو طريقة الربط يعني لازم أعرف أين السالب وإن الموجب الطريقة طريقة الربط هي هذه الميتين وعشرين اللاين الخط يعني هذا الكهرباء الوطنية أو المصدر للكهرباء اللي هو ميتين وعشرين محولة من ميتين وعشرين لأثنائش فقط أختار أي قطب من هذين القطبين أي قطب من هذين القطبين أختاره أي مكان أضع له دايود بهذه الطريقة أو إذا وضعته بالمقلوب أيضا عادي بس أقلب هذه الأقطاب أيضا نفس الشيء نفس النتيجة بس رح يكون الموجب بالعكس رح إذا قلبت ورح يصير هذا سالب وهذا موجب المهم بهذه الطريقة أنه الخط يعني خط الدايود هذا خط الدايود هنا يوجد خط اشتغلت الوطنية هذا هو الخط هكذا يوضع في هذه الحالة رح يكون الموجب هنا إذا وضعته هكذا بالعكس رح يصير هذا السالب وهذا الموجب وهذا أيضا أقلبه هذا مقدر الآن هذا الموجب والسالب فإذا قلبته لازم هذا أيضا أقلبه المهم بهذه الطريقة رح يكون هذا هو الموجب ولكن كما قلنا هذا رح تشتغل بنصف الطاقة في هذه الحالة تشتغل بنصف الطاقة المروحة أو المضخة أو أي أن كان سيشتغل بنصف الطاقة بينما هنا بالابريج سيشتغل بالطاقة الكاملة الكاملة طيب أنا سأذكر ملاحظة ملاحظة الحقيقة هي ملاحظة نادرة أكثر المتخصصين يمكن لم ينتبهوا إليها أو لم يدقيقوا فيها اللي هو أنا أستطيع أنه إذا أنا عندي بريج ما عندي دايود عندي بريج أستطيع أنه أعمل هذا البريج أنه أعمل أيضا أطلع منه نصف موجة كيف؟ عندي عدة طرق الطريقة الأولى مثلا أنا أعتبر هذا أخذ هذا الدوات فقط يعني أعتبر هذا الجزء هذه النقطة هي هذه النقطة وهذه النقطة اللي هي الخارجة هي هذه النقطة أختار يعني يعني أنا عندي واحد من هنا مثلا أختار أختار هذا البن مع هذا البن مع الموجة أختار واحدة من هذه النقاط إما هذا أو هذا واحد من هذه يدخل عليه السلك والسلك الثاني سيكون المخرج يعني كيف رح أربطه يعني أنا عندي هذه المحولة طبعا فيها سلكان السلك من الأسلاك أخذ مباشرة إلى إلى الحمل والسلك الثاني أخليه يدخل هنا ويخرج من هنا إلى المروحة هنا أو هنا هذا السلك إما أضعه هنا أو أضعه هنا نفس الشيء يعني أضعه على واحد من الأي سي هنا أو هنا والخارجة إيش رح يكون رح يكون من هنا هكذا تربط الدائرة هذه الدائرة اشتغلت كأنه دايد واحد يعني اشتغلت بنصف الطاقة هذه هنا هنا تشتغل بطاقة كاملة طاقة كاملة وهذان يشتغلان بنصف الطاقة واضح أخواني يعني حتى إذا واحد قال أنا ما أعرف يعني هو الشرح يعني هو يجبرك أن تطبق صح هذا السلك إما تضعه هنا أو هنا هذا السلك القادم من المحولة والخارج من هنا يكون من ملتقى الخطين اللي هو إيش اللي هو الموجب يعني هذا الجزء هو هذا الجزء هذا هو هذا يعني رح يكون سلك يعني هذا السلك مثلا تاخذه مباشرة وهذا السلك تضعه هنا ومن المخارج تأخذ تلغي هذا الصالب ما تأخذ منه هنا تلغيه تتركه تجعله متروب تأخذ الموجب يعني بهذا الشكل لاحظوا الآن تركنا هذه النقطة وهذه النقطة صارت متروكة ما موصل بها شيء ألغيناها استغلنا على داود واحد أو طريقة ثانية وأنا أفضلها طريقة ثانية وفي هذه الحالة يصر عندي سأستعمل كل الداودات ورح يصر عندي يتحمل تيار مضاعف تتحمل القنطرة تيار مضاعف سنرسمها الآن إن شاء الله هي الطريقة الثانية هذا السلك ما أضعه هنا فقط تغيير واحد وهو أن أضع السلك هنا لاحظ كيف رح يعتبر نفس الشيء فقط مجرد أنه ما أضعه هنا أضعه وهذه أفضل أفضل من الطريقة السابقة هذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة لأنه إيش رح يعمل رح الداودين هذه الداودين رح تشتغل وهذه الداودين تشتغل كل ما في الأمر أنه أنا وضع الداودين على التوالي إضافية فسيشتغل الداودان يمكن أنه أعمل شورت من هنا وأخذ هذا الخط من المينشورت لكن لا أفضل هذا هذه أفضل هذه الطريقة أفضل في هذه الحالة أيضا ستكون نصف الطاقة الخارج ولكن تحمل الداودات يعني إذا كان الداود يتحمل 10 أمبير هذه الدائرة تتحمل 20 أمبير لماذا؟ لأن العشرة ستتقسم خمسة هنا وخمسة هنا خمسة هنا وخمسة هنا طبعا هذه الداودات على التوالي مربوطة صارت يعني نعتبرها غير موجودة أو هي ستقلل كما قلنا إما 2 بالعشرة من الفولت أو 7 بالعشرة من الفولت حسب بلورات الداود إذا كان جيرمانيوم أو سيليكون إذن هذه الدائرة هي المفضلة الآن صار عندي واضح أفضل طريقة هي إما أنا أستعمل داود واحد شرحناها قبل قليل شرحناه قبل قليل أو أستعمل هذه الطريقة بالبرج في هذه الحالة صار عندي خيارين طيب أنا أستطيع أن أعمل فكرة جميلة أنه أنا أشغل المروحة وعندي خياران بدون أنا غير الربط بحيث سويتش هذا السويتش أشغله على طاقة كاملة أو أشغله على نصف الطاقة كيف؟ لكن قبل هذا أردت أن أوضح في هذه الحالة هذا القطب نحن قلنا هذا القطب اللي هو الموجة هذا القطب أن يكون هنا يعني بلبرج كيف عارف مكانه سيكون هنا هذا القطب ما معنى ذلك معنى ذلك أنه أنا هذا هذين القطبين سألغيهم وما استعملهم هذا القطب و هذا القطب هذا ما يكون هكذا الربط في هذه الحالة هذا السلك واحد من الأسلاك طبعا هنا واحد من الأسلاك سأأخذ مباشرة إلى الحمل والسلك الآخر سأوصل على القطب السالب هنا هنا أوصله هكذا هذا يروح على الحمل يعتبر سالب الحمل والقطب الثاني يعتبر هو الموجب وهذا السلك أوصله على السالب هكذا فقط يعني اللي هي هذه هاي تمثله هذه النقطة هذه النقطة النقطة الأولى هذه النقطة اللي هي النقطة الأولى هي هذه النقطة وهذه النقطة الثانية هي هذه واضح أخواني طبعا أخواني كانت صورة الدائرة سهلة لكن كانت شوي فيها تعقيد أنا سأستعمل ثلاث سويتشات لكن هذا السويتش من النوع يسمى سويتش سلم السويتش الاعتيادي يكون بهذا الشكل إما يوصل أو يقطع من يقطع ما يوصل شيء آخر لكن هذا السويتش لا هذا يوجد فيه هنا نقطة أخرى يعني يكون فيه ثلاثة أقطاب يعني السويتش يكون فيه ثلاثة أقطاب هكذا يكون قطب هنا وقطب هنا والمدخل فإذا وضعته في حالة الأوف يوصل هذا القطب يوصل الخط إلى هذا القطب وإذا وضعته على الأون يفصل هذا القطب ويوصل هنا هذا النوع من السويتش يسمى سويتش السلم مفتاح السلم إذن نحن سنستعمل هذا النوع من السويتشات وليس السويج اللي فيه نقطتين فقط نقطتين فقط وأنه ما فيه ثلاث نقاط الميتين وعشرين المحولة من ميتين وعشرين إلى اثنى عشر أنا عندي سويجات ملاحظة مهمة الآن قبل أن أوصل يعني قبل أن أوصل بالمحولة يمكن أن أضع هنا في أحد الأطراف خلي نقول في هذا الطرف السويج عادي من النوع الأول اللي هو فيه نقطتين فقط فأنا قبل أن أحدد الوضعية أنا فصلت المحولة مطفة يعني في حالة أوبن أجعله في حالة أوبن ثم أحدد هذه السويجات كلها إلى الأعلى كلها أضع السويج إلى الأعلى وأشغل عند ذلك ماذا يحصل عند ذلك ستعمل هذه الدائرة بطريقة الكاملة يعني السويج عندما يكون إلى الأعلى يكون الطاقة الكاملة يعني مثل هذه عندما أريد أن أغير الربط أغلق الدائرة من هنا وأنزل السويجات إلى الأسفل كلها تكون إلى الأسفل يعني سيكون السويج في هذا الاتجاه وليس في الأعلى هكذا سيكون السويج وليس في الأعلى وبعدين أشغل عندما أشغل في هذه الحالة ماذا سيحصل في هذه الحالة ستعمل الدائرة على نصف إلى الأسفل نصف الطاقة يعني على طريقة الدايود الواحد واضح أخواني؟ راح تكون على طريقة الدايود الواحد اللي هو الكهرباء ستأتي إلى الحمل نصف الطاقة واضح إن شاء الله أنتبهي يعني دائماً قبل أن أحدد الوضعية أنا أكون في حالة أن أقاطع المحولة فأصل عن الكهرباء وأحدد إما السويجات الثلاثة إلى الأعلى أو السويجات الثلاثة إلى الأسفل إذا وضعتها إلى الأعلى راح يصير بريتش كامل وتشتغل هذه على الطاقة القصوى إذا أنا أردت أن أقلل السرعة أقلل القوة أغلق الدائرة من هنا يعني أفتح الدائرة من هنا يعني أفصلها إلى الأعلى ثم أنزل السويجات الثلاثة إلى الأسفل وبعدها نشغل ستشتغل على نصف الطاقة هذه الطريقة طبعاً طريقة مبتكرة وما أعتقد موجودة يعني فكرت بها قبل قليل يعني